كابتن إهاب جلال كان مدير فني في تلفونات باني سوي المقصة هو اللي قدمه للناس كانت فكرة التعاقد مع كابتن إهاب جلال إزاي وعايزين عرب بقى قصته معاكو خاصة المقصة فترة من فترات وصل دورة ابتال أفريقيا أنا اشتغلت كده مع 22 كده كابتن تابري 22 أو 23 مدرب يعني في حياتي والله كلهم كويسين ومحترمين بس إهاب جلال ده في حتة تانية بصراحة من أحسن المدربين اشتغلت معاهم اللي تستمتع بالشغل معا يعني لأنه يعني عارف متعة كرة القدم في صناعة اللاعب دي بقى اتحققت الحجل اللي هي يعني اتحققت في عهد إهاب جلال أحلى ثلاث سنين عشتهم أنا ككورة هم الثلاث سنين اللي مع كابتن إهاب بصراحة اللي هو بداية انت بتجيب لعيبة وممورة وتتصنع بتضاف عليها يعني كيمة فنية هو من المدربين اللي بيضيفوا كيمة فنية للعيب هم يعني المدرب على فكرة بيضيف 15% يعني أنا وجهة نظرنين تجيب المدرب وبعد كده تتم الفرقة هم تقريبا نادي المصري كده نادي المصري صحب الزبط اللعبها ديات عايزة ايه يعني خلاص كان سن كبر عندنا وعايزة تتغير وكده فبرضو ايه آآ بس قالي الكلام ده بادري تقريبا كان في الشهر الخامسة اهو كده ايه يعني كان بيلعب تريفونات بنسوير اتنين من أولادنا من أولاد المقص هم اسلام عادل وحسني فتح تمام انا كنت بصفة ان طبعا الفيوم بنسوير دي بلد واحدة يعني هم فبالتالي واحد كان بيتابع تليفونات بنسوير جاء الاول الفرقة ما كانت يعني ما كانش قدي كده يعني فجأة كده لما جاء كابت النهاية بابتدى المستوى بحلاوة بتاع الفرقة بكلم اسلام عادل بقلي بس كده احنا معانا مدرب حتة مدرب مدرب عالي جدا ورجل بيشتغل باسلوب علمي المهم طبعا حسني فتح بردو كذلك شكرلي في الكابتن وكده فرق رحت لهم تدريب في اتنين لعادة تفرقتها وبصراحة اتكلمت معك مع اللوعة محمد في الموضوع طب ايه اللي شفته مختلف في التدريب بص يا سيدل انا لقيت واحد بقى يعني بص اولا انت بتشوف لعيبة مغمورة ولعيبة يعني يعني مثلا حسني فتح كان في الوقت عنده 21 سنة احنا 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 عرب هنسوير مثلا تليفونات وهيج وكده واسلام عادل كذلك لعيبة صغير بالاضافة للعيبة التانية ما كانش حد معروف فيهم لأحمد سامي جاي من النصر أحمد الشيخ ابن النادي ابن تليفونات بن سويف من الناشئين مسعود برضو من الناشئين كلهم ولاد صغيرين تمام ولقى ان فيه مستوى يعني كويس وفي نفس الوقت بيلعابه بنظام يعني حاجة ايه حاسيت فيه فيه آلية في النظام الوقت اتفرجت على التدريب دي التدريب لا التدريب مختلف التدريب اه يعني شغل باسلوب علمي وعلى الرغم مقلة الامكانيات وكلام ده كله برضو التليفونات كان بيتمر بازمة في الوقت ده بازمة مادية وبعدين انعكس على على اللاعبين هو اللي رفع كيمة اللاعبين الفنية بصراحة تمام على الرغم اقولك على حاجة التليفونات في السنة ديات هبطت هبطت؟ اه هبطت في السنة ديات بس هو طبعاً اه ه خلي بالك اهب جاه بعد الاسبوع السابع في السنة ديات وخلي بالك في السنة ديات الدوري كان مجموعتين مم هم مم يعني عايش احنا يعانو عشان اقولك الاسبوع السابع انت تقريباً في السنة ديات كان الدوري كله ثمانتاشر اسبوع لا انت كنت دلو عايز شفته في تلفرون بنسويف بس رغت اللي انت روح تعدت مع اللو courtesy بعد يامرت اللو محمد عرضتو على اللو محمد طبعا całeستيز relatively اول مع الاستيز محمد مجدود بعد كده مع اللو محمد لا اقتنع بالفكرة وعرضنا الامر على اللو محمد سيد محمد مجدców اي بالظبت وعرضنا الامر على مين على اللو محمد عبد السلم ولست عمري مصطفى بصراحة برضو كان لودور برضو في الموضع اللو لصيخة اللو محمد فينا يعني ما كانش تم الامر ده لان كانت خلي بالك كانت برضو ايه مغامرة يعني فعيني بالزبط لما جي الكابتن اهاب بصراحة حاجة روعة يعني اقول لك على حاجة لما اهاب جيه اول درس ايه اللي حصل او اتكلمته في ايه معاه لا ما انا يعني كنت متواصل معه بصراحة ايه اتواصلت معاه اه الراجل طبعا رحب جدا وقعدنا مع بعض اه يعني اتفقنا بقى ايه على الشغل كان عندنا مجموعة اللي بص انا عايز من الفرقة ديات سبع لعيبة او تمان لعيبة التليفونات اه لا من العيبة ايه العيبة الليال الكبيرة اه طبعا عد واجبنا بقى الباقي كله زي ما انت شايف الليال ايه اللعيبة درجة التانية اه بالزبط اه اه اللي من كفر الشيخ واللي من التليفونات بانسويك اللي من منضم انهور يعني يعني اقصد عملت كتير لعيبة اه مختلفة يعني مثلا دونجا من الولمبي اه اللي هو اه اه محمد عبدالعاتي دونجا لا محمد عبدالعاتي دونجا لا ده كان من النجوم اه بالزبط اللي هو الحالين في الاسماعيلي بالزبط تمام وبرضه محمود حماده كان من الولمبي اه المهم ان انت عملت فرقة بصراحة كانت فرقة جميلة اه وعايز اقولك على حاجة يعني من اول فترة الاعداد الوحد فق الخير مع اهاب جلال كنا بندخل مباراة الاهل والزمالك بحس ان انا ند يعني بصراحة من الثقة اللي هي الوحد شايفها في الكابتن اهاب جلال كان بيدينا ثقة كبيرة يعني الاول كان مطشرة الاهل والزمالك بالنسبة لي يعني حاسس ان انا داخل عند حد احسن مني مع اهاب جلال لأ حسن ان انا ندي للاهل وندي للزمالك وبالفعل انت شفت نتائجنا يعني احنا في سنة مسين غلبنا الزمالك رايح جاي يعني دي ما حصلتش قبل كده في تاريخنا يعني برضو مع اهاب جلال بقى ان اتعادل مع الاهل غلبنا الاهل يعني برضو اولا خدنا لا اول سنة لهاب جلال خدنا رابع لعبنا في الكونفدرالية خدنا مركز تاني لعبنا في دور الابطال فحاجات هو صاحب الانجازات الكبيرة في نادي المقص سواء على مستوى النتائج او سواء صنعة اللاعبين اهاب جلال زكاة المقصة بايع ب300 مليون جنيه فاهاب جلال ممكن يكون مدخل لان دي 250-2006 مليون كلها صنعة اهاب جلال فانا بعتبر اهاب جلال هو المدرب التاريخي لمصر المقص مدرب التاريخي لمصر المصر واهاب بالنسبة لي يعني مش بجمل والله يعني بتكلم اهاب جلال ده من احسن مدربين اشتغلت معهم محترم طبعا كل المدربين محترمين وقفاضل بس ده في حتة تانية بالنسبة لي ويمكن عشان الواحد متأثر بفكر اهاب جلال ده اللي خلانا اخترنا تامر مصطفى ان احنا شايفينه انه على ضرب اهاب جلال